لكن هي الأمور سلسلة وحيث في أي حلقة انقطعت السلسلة انتهى أمر السلسلة كلها فالأمر يأتي مترابطا متسلسلا من أعلى إلى أسفل يعني من باريس إلى المرادية ثم إلى قيادة من باريس؟ طبعا من باريس نحن الآن سمحني أنا الآن جئت هنا لأناقش قضية تصفية استعمار نحن في الجزائر مشكلتنا ليست مشكلة فساد ليست مشكلة مطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية لا 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 ما هذه مواجهة مع فرنسا؟ طبعا أو مع أدوات فرنسا في الجزائر؟ مع آليات فرنسا مع عملاء فرنسا مع وكلاء فرنسا هؤلاء الآن الجزائر شئنا ما بين الجزائر بلد محتل قضية الجزائريين هي قضية تصفية استعمار وتقرير مصير من أقوى الشعب الجزائري أم موكلاء فرنسا في الجزائر؟ لا هو الشعب الجزائري إذا سلمنا بطرحك طبعا الشعب الجزائري وليست شوفينية لا يقدر عليه إلا ربه لكن الشعب الجزائري الآن سلاحه وأمواله ونفطه وغازه ودباباته وطيرانه بيد الجيش الوطني الشعبي وبيد الشرطة والشرطة والجيش الوطني الشعبي مصادرتين ومغتصبتين ومسروقتين ورهينتين عند العصابة الحاكمة ولهذا أنا أتخذ هذا منطلقا للإجابة عليك فالآن قيادة الشرطة تخشى أن تعطيها أوامر بالقتل أو بالقمع فيعصيها رجال الشرطة وينقلب السحر على السحر وتنضم الشرطة إلى جموع المتظاهرين اللي هم منهم ونفس الشيء حتى اليوم القايد صالح يظهر في أسوأ حال له رئيس الأركان لأنه يخشى غضبة أخرى من الضباط الشباب الذين غير راضين تماما على ما يحدث لبلدهم وعلى ما يحدث للجيش الذي هو سليل جيش التحرير يعني جيش أجدادهم الشهداء فالآن الكل مرعوب